إلا قلت لكم سيتزن كين، بلب فيكشن، أمريكان سايكو، دبيغ لباوسكي، دشاينينغ، هيت غتقلوا لي بالقاسم مشترك بيناتهم هما أنهم أفلام زوينين ولكن عندهم واحد قاسم مشترك وحد آخر ولي هو تواحد فيهم مربح الأوسكار في الحلقة دي اليوم غدينا هدروع على شنو خاص فريمون بش تربح وعليش أحسن الأفلام ما كيربحوش الأوسكار مرحبا بكم في حلقة جديدة من سونيما بودكاست سنبدأ من الأول الأوسكار ليس هو الاسم الجائزة هو غير لقب أما الاسم الرسمي هو أكاديمي أورد أوف ميريت وكتعطيه The Academy of Motion Picture Arts and Sciences ولي هي منظمة كتنشط في ميدان السينيما وكتدم كثير من سعلاف عضو من أمريكان ومن العالم كامل تنضمن المغرب عنده ثلاثة جيل أعضاء نبيل عيوش ومريم توزاني في الإخراج وخديجة العالمي في الإنتاج الأكاديمي عندها فروع مقسمة من ناحية الاختصاصات كينشي عشرين فرع غادي من المغريجي الممثلين وحتى من الميهن اللي ما عنداش علاقة مباشرة مع صناعة الأفلام بحل الماركتينج ولا العلاقات العامة دابا ندوزوا الكيفاش كيتختاروا الأفلام كينين شروط باش الفيلم يكون مقبول يعني في الأوسكارز بحل مثلا أنه يكون خرج في العام اللي قبل من العام دي الجائزة يعني ما بين الأول دي الجنفير وواحد وثلاثين من دو جنبير قبل من الثناش دي الليل ويكون تم العرض دياله في قاعة من قاعة السينيما دي اللوس انجلس كاونتي مع بعض الاستثناءات بيانسور بحل الأفلام الأجنبية والقاصرة ولا فشل قاعات دي السينيما تيكونوا مسدودين بحل اللي ترى العام اللي فات وينفوا الفيلم تيكون إليجيبل كيبدأ واحد السلسلة دي المواعيد بالنسبة لأعضاء دي الأكاديمي أنا في هذا الفيديو غدي نهطر على المواعيد العادية مش المواعيد الاستثنائية اللي يترات في هذا العام دي الكوفيد وغدي ناخد مثال ديال نايني سيقن تسرموني ديال الفين وعشرين تصويت ديال نومينايشن كيبدأ في الأول ديال العام يعني جوج يناير حتى السبعة يناير تقريبا في هذا المرحلة اللولة كل فرعة كيصوت على الفرعة ديال يعني الممتلين كيصوتوا على الممتلين والمخريجين تيصوتوا على المخريجين إلى آخره ولكن قاع الأعضاء ديال الأكاديمي كيصوتوا على الكاتيجوري أف بست بيكتر أحسن فيلم هنا قد تخرج للاقيحة ديال الأفلام اللي غدي تمشي الفاينل من بعد تلاتة وعشرين يوم كيبدأت تصويت الأخير من ثلاثين يناير حتى الأربعة فبراير واللي في جميع الأعضاء كيصوتوا على جاعة الكاتيجوري من غير الفروع ديالهم الأصوات كتتحسب من عند شركة خاصة برايس واترهاوس كوبر ومن بعد خمس أيام كتكون السريموني في الفاينل وعشرين كانت في ناينث أوف فبرايري وكيتم الإعلان على الفائزي ده باشنو معنات أن فيلم يربح الأوسكار جواب سهل هو كي يعني بزاف ديال الفلوس تاما باش غدي تبيع الحقوق دياله باش غدي توزع السهولة باش غدي تقدر تمول المشاريع السينمائية ديالك جديدة وزيد وزيد بحلل القيمة ديال الفيلم ديالك غيب مجرد أنه يربح كي ولي عنده شعبية أكبر جميع وسائل الإعلان في العالم غدي تذكره والغدالي في النشرات والبراميج والراديو وغدي تطلع في الترنتز في السوشال ميديا المهم الحياة ديال هادك الفيلم والناس اللي يخدموا عليه غدي تبدل الفلوس ماشي يا كل شي بطبيعة الحال بزاف ديال السوديوات غدي يستشمروا فلوس كتر في تحقيق جائزة الأوسكار من ديك شي اللي غدي يدخل لهم الفيلم أصلا السبب بسيط باش يبينوا بأنهم واعرين ويقدروا يديروها بالنسبة لمنصة ديالستريمينج تربح أوسكار عندهم عنوحد آخر هاد الجائزة كتعني تقبل ميدان السينيما لهاد النوع الجديد للتوزيع ديالأفلام يعني بحل الاعتراف ديالعائلة ديالسينيما بولد اللي كانت ناكره إذن فاش قتكون هاد النوع ديالأهمية حول هاد الجائزة ممكنش بالنسبة للستوديوات أنهم يبقوا مربعين يديهم ويتسنوا أن الأعضاء ديالأكاديمي غدي يصوتوا عليهم من ديتهم الرأسهم ألو معظم استوديوات تكون عندهم فريق عمل متخصص في الحملة ديالأوسكار دي أوسكار كمباين واللي كيبدأوا الخدمة ديالها شهور قبل من الحفل ديالجوائز هاد الحمالات كيتخسروا فيهم بزاف ديالفلوس وكيتستعملوا فيهم تقنيات نازيها وبعد المرات ضرب تحت الصمتة الأوسكار كمباين بحالها بحل أي حملة انتخابية مع الفرق الوحيد اللي هو أن المرشحين في الأوسكار ما يقدروش يقولوا للناس صوتوا عليها إلا بغي تتربح قصك أولا تعرف كيفاش كيفكروا الناس اللي يقدرو يصوتوا عليك باش الفيلم يربح خاصوا يكون مزيان هدي لا نقاشة فيها ولكن أن الفيلم يكون مزيان مشي دائما كافي تصوروا معايا عدد الأفلام اللي كتنتج في العام وش حال منه واحد فيهم وشوفوش الأعضاء ديال الأكاديمي غدي تفرجوا فيهم كاملين طبيعة الحال لا غدي تفرجوا فيها في الأفلام اللي سمعوا بيهم و اللي يقدرو يعجبوهم نبدو بالبرتية ديال سمعوا بيهم الفيلم اللي ما عندوش لإمكانيات باش ديال لحضوض دياله قليل باش يتير الانتباه ديال الجمهور وفي نفس الوقت الانتباه ديال أعضاء ديال الأكاديمي وراكم معارفين هدك شي ديال إشهار زيد الماء زيد دقيق البرتية التانية اللي شوية صعيبة لأن خاص يكونوا الأفلام اللي يقدرو يعجبو الناس ديال الأكاديمي وباش نعرفو وش نهوم الأفلام اللي كيعجبوهم خس نعرفو شكونه هدو الأعضاء ديال الأكاديمي الأغلبية ديال الأعضاء هم رجال وبويد الحاجة اللي كاتبان على أسماء الناس اللي كي يرشحهم الجوائز والناس اللي كي يربحو في 2015 الهاشتاغ أوسكور صويت كانت نقطة تلاعودة بنسبل بزيف ديال الفنانين فش خديكتشفو باللقاء النومينيشن في التمثيل كلها مشت للبويد بيست أكتر بيست أكتر كل شي وفشنات الصداع وبدأ النقاش على العنصرية ديال الأكاديمي الموضوع ولا ديال الساعة وغدي أتر على المصويتين في المستقبل كيف ما شفن الفوز ديال مونلايت في 2017 ودغرين بوك في 2019 وفي 2020 والأول مرة في الحياة ديال بيست بيكتشر ربح فيلم أجنابي باريزايت في 2015 فشقاع النومينيز في الاكتين كاتيغوري كانوا بيض الأكاديمي غدي يتقدم واحد البرنامج من أجل التغيير سماته A2020 هذا البرنامج الغرض دياله هو أنه يحق واحد تنوع من خلال الإدماج المكتف ديالأعضاء جدد في 2020 الأكاديمية وصلت لـ 3179 عضو ونيسوي يعني 33% من المجموع و 1787 أعضاء من الأقليات يعني الناس اللي ماشي بويض وليهو 19% هذا الأرقام اللي فرحانا بها الأكاديمي يقدرو يتقرأو بشكل مهاكس واللي هو أنه 67% ديالأعضاء رجال و 81% منهم بويض يعني باقي نبعاد على شي حاجة سميت التنوع ولكن وخاها كاك من ناحية ديال تتويج شفنا واحد تغيير كيف ما قلت قبل بالفوز ديال مون لايت وغرين بوك وحتى النوميناشن ديال بلاك بانثر في 2019 اللي هو أول فيلم ديال سوبر هيروز في التاريخ اللي يتحط في هذه الكاتيجوري ديال باست بيكتر الأفلام ديال سوبر هيروز في الغالب كيربحوا غير الكاتيجوريز التقنية وعمرهم ما تيتنوموا في الباست بيكتر هالتغيير كيبيا واحد القادية مهمة بالنسبة للمخصصين في واللي هو أن من غير الفيلم المناسب يخص يخرج في الوقت المناسب فيلم على الميز العنصري يكون خرج في شيء وقيت آخر موحاش يقدر يدير شي حاجة مشي لحقاش مشي مزيان معير لحقاش بديك الوقيت ما كانش موضوع الساعة الأعضاء دي الأكاديمية ما كيصوتوش غير على أحسن فيلم ولكن على الفيلم اللي في النظر ديالهم غدي بدل شي حاجة في الواقع فيلم اللي الرمز دياله قوي وغدي يخليهم يكونوا فخورين لأنهم داروا هاد الاختيار ولكن الفيلم إلا ما كانش فيه هاد الشروط اللي هدرنا عليها مشي مشكل لأن الناس اللي ختمين في العلاقات العامة يقدروا يعاودوا القصة ديالفيلم بلا ما يهدروا عليه وفي بزاف ديالحالات اللي كيقولي مهم مشي هو علاش كيهدر هاد الفيلم ولكنش كل يداروه وعلاش وكيفاش يعني الفيلم يقدر يقولي حول القصة ديال الممثلة اللي لعبات فيه وهي كتصارع المارض في الواقع ولا الماضي المؤلم ديال المخرج اللي ضحى بكل شي كينين بزاف ديالتقنيات والتعاويدة ديالالقيصص وكيفاش تدفع الناس انهم يتعاطفوا مع العمل ديالك وبحل الكليك بيت ولكن في شكل ندوات صحفية وقيصص اللي ما عنده تشي علاقة مع الفيلم ولكن مع كيفاش تدار الفيلم دمامين هدرنا على هاد النقط كين واحد العوامل الاخرى اللي تقدر تتربحك الاسكار ومنها عوامل تكنولوجية نعطيكم مثال ديال الف وتسعمية وتسعين اللي غاديربح فيه فيلم شيكسبيرين لوف في الوقت اللي كان فيه سيفين برايفيت راين ديال ستيفن سبيلبرغ هو الفيلم المفضل نورمال مو استوديوات صغار كيخسروه واحد ميتين وخمسين الف دولار في الاشهار واستوديوات الكبار كيوصلوا حتى الجوش المليون ديال الدولار لحملات الاشهارية ديالهم فادك الحملة ديال الاسكارز المغضوب عنه هارفي وينشتين خسرت تقريبا خمسة ديال مليون ديال الدولار للاشهارات على شيكسبيرين لوف وخدم مع فريق عمل على طول العام مش يعير شهورة قبل من الاسكارز هاد الناس كاملين مختصين في الاشهار وفي اللوبيين ومنهم عدد ديال الأعضاء ديال الأكاديمي يعني الناس اللي غادي يصوتوا زيادة لوحد الحملة لتشويه الصمعة ديال الفيلم سيفين برايفيت راين اللي كي هدر على الحرب العالمية الثانية وكون كل الفيلم تشويه شوية بالصمعة ديال الموح هاربين هاد هو الموضوع اللي كنا هدرنا عليها من قبل ديال الدرب تحت الصمطة فدك العام كين واحد القادية اخرى اللي غادي تلعب في صالح ديال شيكسبيرين لوف هي البداية ديال السامح الأكاديمية للمنتجين باش يصيفتوا الأفلام ديالهم فيديو كاست المسويتين الأكاديمي بغا تزعمها تقلص الفارق ما بين السيديوات الكبار اللي تكون عندهم الإمكانيات باش يديرو ينضموا سكرينينج كبار في السينيمات والمنتجين الصغار اللي معدهم باش يديرو نفس القادية شيكسبيرين لوف هو فيلم تقدر تفرج فيهم زيان في الطار في فيديو كاست قصة ديال حب زوينة وخفيفة أما سيفين برايفيت راين اللي هو فيلم على الحرب وفي لقطات ديال الفراجة والأكشن إلي تفرج فيه في تلفازة تينقسم منه دك الواو إيفكت وهات شي لعب واحد دور باش أن تشيكسبيرين لوف يربح الجائزة في آخر المنطف في الفين وحد وعشرين مفاجأة كبيرة وقيلة كانت هي الفوز ديال أنتوني أبكنز بأحسن ممثل في الدور دياله في The Father عوض شادويك بوزمن اللي لعب آخر دور ليه في ماريني بلاك بارم هاد الفوز اللي يفاجأ كل شي وقيل حتى الناس اللي صوتوا على أنتوني أبكنز ما كنوش كيتسن أو أنه يربح ماشي جا صوت فوق ولكن العمل ديال حملة اللي خدات عام وتخدو فيها شي قرارات استراتيجية باش يتحقق هاد الهدف مايكل بيكر الموزع ديال الفيلم قل في واحد لمقال نيويورك تايمز أن الفيلم دياله مع البداية ديالجائحة والإغلاق ديالقاعد ديالسينيما طرحات طرحات عليهم الإشكالية ديال أشنو غادي يديروا بالفيلم واش يبيعوه المنصات ديالستريمينج ولا يحتفظو به الاختيار كان هو أنه يحتفظو به لأنه بالنسبة لبيكر إلا مشا تخرج في المنصات ديالستريمين غادي ولي فيلم من ضمن عدد كبير ديال الأفلام فاش لقاعات ديالسينيما غادي تبدأ تحل أبوب دياله من جديد دي فادر غادي يخرج مرة أخرى في القاعات والناس اللي كنوا متشوقين أنه ما يرجعوا للسينيما غادي يرقاوه الفيلم فاش غادي يتم الاختيار دياله كمتصابق على ستدي الجوائز ديال الأوسكار عاد غادي يخرج في البريميوم بـ 8 ديال 20 دولار يعني كتر من 8 ديال اشتراك ديال منصات ديالستريمينج غير باش تفرش في فيلم واحد ولكن لحقاش هو مرشح للأوسكار الناس كانت متشوقة باش تفرش فيه وتشوف هد الفيلم كدير هاد الريتم بدل كيفاش دارت الهضرة على الفيلم وكيفاش توزع خلاتوا يكون الحديث ديال الناس تقريبا لعام كامل بلما يكون من الأفلام المفضلة والخروج دياله في البريميوم فيو دي إيام قليلة قبل من تصويت كانوا ربما واحد القرار حاسم وباش يبقى في الأدهان ديال المصويتين لحقاش المصويتين كانوا متأكدين أن الشادويك بوزمن هو اللي غادي يربح الصباق ما بين السلحفات والأرنب الفوز المؤكد ديال شادويك خصوصا أنه مات خلا هديك الكاتايغوري تكون بحلية مضمونة تا حاجة ما مضمونة حتى كيتحل هدك الجوة اللي فيه الاسم ديال الفائز وكيتقرام زيان من طرف المقدم راها باقينا عقلين أشتراه مع لالا لاند المهم هد البودكاست درتو غير باش نقول أن الجمالية دي الأفلام كتبقى أمر شخصي وكل واحد فينا والدوخ دياله جوائز بحل الأوسكارز مهمة مشي لحقاش كتكافع أحسن الانتاجات ولكن كتخليلها طرق للسينما تقيس الناس كتر وكتفتح الناقاش الفيلم الواعر هو في الأخر هو الفيلم اللي كيعجبكم من توم شكرا لتتبع ديركم لهاد الحلقة اللي شوية مختلفة من ناحية الموضوع نتلقى بسيما نجزية في حلقة جديدة سليما بودكاست تلا أفراسكم